السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا وسهلا فيكم جميعا على قناة الوردة ارستانة. ورجعنا لكم اليوم بفيديو جديد. وفيديو اليوم متعلق بتطبيق قوي. حيث راح نقوم بمعالجة المشاهدات على تطبيق قوي. كيف نقوم بعمل فيديو على تطبيق قوي. حيث هالفيديو راح نتحصل على مشاهدات. اه راح تساعدنا هالمشاهدات في زيادة عدد المتابعين على تطبيق قوي. اول شي نقوم بفي تطبيق قوي وهي النقطة الاولى والاساسية في تطبيق قوي وهي المشاهدات ثم المشاهدات. بعد ما نتحصل على المشاهدات اكيد النقطة الثانية وهي المتابعين. اه اكيد لما نتحصل على المتابعين على تطبيق قوي. راح يكون هالمتابعين عن طريق المشاهدات للفيديوهات. التي انت تقوم بنشرها في تطبيق قوي. واهلا وسهلا فيكم على قناة الوردة ارستانة. بتمنى هالفيديو ان الاعجابكم. ويعني وتعملوا فيديو الاشتراك في القناة وتعملوا اعجاب للفيديو. واهلا وسهلا فيكم جميعا. اه بعد ما دخلنا على تطبيق قوي. اه سنقوم بشرح نقطة كتير مهمة على تطبيق قوي. اه تابعوا معي فقط ساقوم بالشرح النقطة الاساسية. اه في تطبيق قوي. اه مثل ما انتم شايفين هذه صفحة على تطبيق قوي. اقوم بها ونشر الفيديوهات. اه اول شيء اه في تطبيق قوي. اه هو نكون اه عدنا فيديو تم تصميم فيديو احترافي. بعد ما نكون اه صممنا الفيديو الاحترافي. اه نقوم بتنزيل الفيديو. اه على تطبيق قوي. والنقطة الثانية وهي مركز المبدعين. اه اول شيء نقوم بالدخل على الصفحة الخاصة بنا. اه نضغط على مركز المبدعين. مثل ما الزغط على مركز المبدعين. سنقوم بالدخول الى مركز المبدعين. ننتظر قليلا. سيتم فتح لنا مركز المبدعين. مثل ما انتم شايفين يظهر لنا كل البيانات التي حققناها من ناحية المشاهدات والاعجابات على تطبيق قوي. مثل ما انتم شايفين الحمد لله اه الصفحة الدياري بتحقق اعجابات ومشاهدات لعباس بها. وايضا متابعين. رغم اني بنشر قليلا. اه في تطبيق قوي. لانه ليس عاملة صفحة من اجل تحقيق الربح. هي فقط صفحة عادية. على تطبيق قوي. اه سنقوم بالشرح. اه النقطة الاساسية. والمهمة في زيادة عدد المشاهدات على تطبيق قوي. هناك مركز الابداع. مثل ما انتم شايفين. حيث راح يعطيك الهام فيديو هاشتاغ موسيقى مؤثر مؤثرات. احنا ايش نحتاج? راح نحتاج الهاشتاغ. سنقوم باختيار الهاشتاغ. ونضغط على كلمة الهاشتاغ. راح يظهر لنا كل الهاشتاغ الموجود. والهاشتاغ الذي حقق اعلى اعلى نسبة اه من المشاهدات. سنقوم باختيار الهاشتاغ المناسب. سنقوم بالدخول لهذا الهاشتاغ ونتعرق عليه. نختار الهاشتاغ المناسب للفيديو. يكون عليه نسبة مرتفعة من المشاهدات. لكي يضيف لنا ايضا احنا المشاهدات على الفيديو الخاص بنا. حيث الحاشتاغ يساعدنا على زيادة المشاهدات على الفيديو الخاص بنا. اه وايضا الموسيقى لازم تكون موسيقى اه حققت نسبة اه كبيرة من المشاهدة. لكي ايضا تساعدك على زيادة عدد المشاهدات على الفيديو الخاص بك. اه هما نقطتين فقط. مثل ما قلت لكم الهاشتاغ والموسيقى. فقط. يعني اختاروا الهاشتاغ المناسب للفيديو. هالهاشتاغ يكون مرتفع. وايضا اختاروا الموسيقى. وتكون هذه الموسيقى مرتفعة. وايضا جذابة. حيث راح تساعده في جذب الجمهور الخاص بك. وراح يقوم بزيادة المشاهدات على فيديو الخاص بك. وايضا راح تستفيد من النقطة الثانية وهي اضافة اه اه متابعين الى صفحتك. اه مثل هالما قلت لكم هما نقطتين فقط. نقوم بمعالجهم. قبل ما نقوم بنشر اي فيديو. نكونوا قد عالجنا الهاشتاغ الذي راح نختاره للفيديو. ونعالج الموسيقى التي راح نضيفها على الفيديو. مثل هذه النقطتين فقط. هما اللي راح يساعدون في زيادة عدد المشاهدات على. تطبيق كواي. اه مثل ما انتم شايفين. انا الحمد لله عندي المشاهدات لا بأس بها. والاعجابات ايضا لا بأس بها. وايضا عدد المتابعين لا بأس به. رغم اني بنشر قليلا. اه غير مداومة على تطبيق كواي. اه هناك نقطتين. هما الوحيدة النقطتين الوحيدتين التي راح تساعدنا في زيادة المشاهدات وزيادة عدد المتابعين على تطبيقه. لو قمت انت ب اه عمل على المناسب والموسيقى. الفيديو ذيالك راح يحقق نسبة كبيرة من المشاهدات. حيث راح يحقق لك ايضا اه المتابعين والاب المتابعين على صفحتك. فقط كن ذكي واختار الفيديو المناسب. واختار الهاشتاغ المناسب والموسيقى ايضا المناسبة. وقم بتصميم احترافي مع اضافة المؤثرات. هناك ايضا مؤثرات للفيديو. هذه المؤثرات بتساعدنا بشكل كبير في زيادة عدد المشاهدات. وبزيادة عدد المتابعين للصفحة الخاصة بنا على تطبيق قوي. اه مثل ما انتم شايفين هناك الكثير من من المؤثرات منها الخلفية الالوان الشائعة. اه سحب رموش والكثير من المؤثرات التي راح تساعدنا في تطبيق قوي. الفيديو اه شرح دياله بسيط جدا. وحبيت اساعدكم فقط في زيادة عدد المشاهدات. لانه اغلب الناس واغلب بالجماعة توجهت الى تطبيق يعني صار تطبيق في منافسة كبيرة جدا. لصناع المحتوى. بما انه انت جديد على تطبيق قوي. اه قم فقط. مثل ما قلت لكم بمعالجة الهاشتاغ. وايضا معالجة الموسيقى والمؤثرات. وتصميم فيديو احترافي. قبل لتكون دخلت على تطبيق قوي. يعني صمم فيديو احترافي. مبدع خاص بك. وتكون افكار جديدة. هالافكار راح تساعدك في اه كسب الجماهير وكسب المشاهدات. بالاضافة لو امكن اضيف ايضا صوتك. اه لما اضيف صوتك. راح تكون يعني معروف وراح الناس بتظلها تستنى الفيديوهات الجديدة الخاصة بك. وهذه كلها نقاط بتساعدنا في النجاح على تطبيق واي. والاستمارية في تطبيق واي. بتمنى اكون اعطيتكم لمحة على النجاح في تطبيق واي. وتمنى هالفيديو نال اعجابكم. ولا تنسوا تعملوا لايك للفيديو. والاشتراك في القناة اللي هي قناة الوردة ارستانا. بتمنى هالفيديو نال اعجابكم. وسلام.